اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الكلمة ترد في سياقات قرآنية من عصر ابراهيم عليه السلام وما تلاه من عصور كلمة الصلاة ترد في كتاب الله تعالى في سياقات قرآنية من عصر ابراهيم عليه السلام وما تلاه من عصور وبإمكان أي واحد أن يرى ذلك من خلال تتبع هذه الكلمة في كتاب الله تعالى وكذلك كلمة الزكاة التي ترد في كتاب الله تعالى 32 مرة هي الأخرى ترد في سياقات قرآنية من عصر ابراهيم عليه السلام وما تلاه وكذلك الأمر بالخيرات التي ترد في كتاب الله تعالى عشر مرات هي الأخرى ترد في سياقات قرآنية من عصر ابراهيم عليه السلام وما تلاه من عصوره إذن هذه الأمور الثلاث هذه الأمور الخيرات الصلاة الزكاة هذه الأمور أوحى الله تعالى ما هي تفعلها وحيثيات أدائها كحيثيات فعل وأداء أوحاه الله تعالى لإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وكنا قد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ما أوحاه الله تعالى هو فعل الخيرات ما أوحاه الله تعالى هو الفعل ذاته الذي نراه واردا بصيغة المصدر لاحظوا وأوحينا إليهم فعل الخيرات الوحي يتعلق بالفعل ذاته وليس الوحي هنا أمرا لهم بأن يفعلوا الخيرات يعني الله تعالى لم يقل وأوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات لا الله تعالى يقول وأوحينا إليهم فعل الخيرات الموحى إليهم هو الفعل ذاته كما هي عمل يقومون به ولذلك رأينا أن كلمة الخيرات التي ترد في كتاب الله تعالى عشر مرات ترد في سياقات قرآنية تصور أمورا من عصر إبراهيم عليه السلام وما تلاه من عصوره كون فعل الخيرات كما هي عمل موحى من الله تعالى بدأ من عصر إبراهيم عليه السلام وكذلك الأمر بالنسبة للصلاة يقول تعالى لاحظوا وإقام الصلاة لاحظوا قول الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة بمعنى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة بمعنى وأوحينا إليهم إقام الصلاة الموحى هنا ليس أمرا بأن يقيموا الصلاة يعني الله تعالى لم يقل وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات وأقيموا الصلاة لو كان النص بهذه الصيغة وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات وأقيموا الصلاة لو كان بهذه الصيغة لكانت الصلاة أمرا معلوما قبلهم وعند ذلك يطلب الله تعالى منهم إقامتها لكن ما نراه هو أن الله تعالى يقول وإقام الصلاة الموحى إليهم هو إقام الصلاة أي هو ما يتعلق بكل حيثيات أداء فريضة الصلاة من هيئات وغير ذلك لذلك نرى كلمة إقام هذه الكلمة إقام نراها بصيغة المصدر من الرباع أقام أقام يقيم إقام المصدر هو إقام ومن المعلوم أن صيغة المصدر شاملة لكل المعاني لذلك كون إقام الصلاة أمرا أوحى الله تعالى فعله لإبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب فهذا يعني أن الصلاة لم تكن معروفة قبلهم وهذا ما يفسر ورود كلمة الصلاة في مرات ورودها متعلقة بأمور من عصر إبراهيم عليه السلام ومثلا حيث ترد سبعا وستين مرة والأمر هو ذاته في مسألة الزكاة لاحظوا قول الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإتاء الزكاة ما أوحاه الله تعالى إليهم هو الإتاء ذاته بكل ما يتعلق به من أحكام وهذا ما يفسر ورود كلمة الزكاة في كتاب الله تعالى من عصر إبراهيم عليه السلام ومثلا حيث ترد اثنين وثلاثين مرة عدم ورود كلمة الصلاة في سياقات قرآنية تتعلق بأمور فيما قبل عصر إبراهيم عليه السلام مع وجود رسالات سماوية قبل إبراهيم عليه السلام ومع كون هذه الرسالات السماوية التي هي قبل إبراهيم عليه السلام مع كونها تأمر متبعيها بالصلة مع الله تعالى وبكل عمل خير مفيد للمجتمع هذا يؤكد لنا فساد قول المشككين بأن الصلاة ليست هذه التي نؤديها خمس مرات في اليوم وأنها مجرد صلة روحية مع السماء ومع المجتمع وقد وقفنا عند هذه الجزئية وفصلناها ردا على شبهات المدنين